امبارح اتفاجئنا بقرارات غريبة جدا جدا والحقيقة مفاجأة من اتحاد فروكيا لقرة القدم ضد نادي الزمالك وكأن ما فيش نادي في القرارة دي كلها لازم نعجبه غير الزمالك عزيزي المشاهد اسمع نص العقوبات رقم واحد تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب رقم اكتنين اقاف شيكابالا كابتن الفريق 3 مباريات في افروكيا وغرامة 10 ألف دولار على اللاعب اقاف ناصر منسي 3 مباريات اخرى في افروكيا وغرامة 10 ألف دولار على اللاعب تعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك في حال تكرار كل الأحداث اللي احنا عارفينها وهنتكلم عليها دلوقتي ويمكن بتمنى ان الحلقة زي دي يكونوا بيشوفوها يعني اخواتنا وزبيلنا في الكاف أو حتى يتم ترجمتها ليهم بكل لغتهم وحضراتكم بتهزروا دق يعني انا بتكلم بجد على فكرة يعني حضراتكم بتهزروا عندكم وقت فاضي فبتهزروا عقوبات اقل ما يقال عنها ان هي ظلمة جدا 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 لدرجة باقسة في تعنت كبير وواضح ضد نادي الزمالك مش بس في القرارات على فكرة دي في قرارات نهاء الكنفدرالية كأن مفيش في قرارة افريقيا كلها غير الزمالك او على فكرة هو حرام الزمالك يفوز ببطولة وياخد مكافأة ويفوز ببطولة تانية افريقية وياخد مكافأة وانا مش عارف عندكم الامور بتمشي ازاي يعني انا مش قادر افهم انتو بتمشيوا الامور ازاي في اتحاد افريقيا يعني ولا عارف ازاي اخدت القرارات دي يعني 300 الف دولار عالي 150 مليون جنيه مصري عشان اللعيبة وقفت شوية بعد قرار ضربة الجزاء يعني عشان الحكم حسب وراح شاف الفار واللعيبة بتعترج ما عنديش اي مشكلة انك تعاقب في حتة الاعتراض او في حتة انك ضيعت وقت لكن عفوا 15 مليون مصري مش 150 مليون 15 مليون مصري مليون جنيه مصري عشان حضرتك اللعيب وقف وبيعترض على ضربة الجزاء يا اخي ده الوداد الوداد المغربي انسحب تماما من نهاء دوري ابطال افريقيا اهم واكبر بطولة في الكارة وتغرم 20 ألف دولار وجماهيره 15 ألف دولار اتحاد العاصمة انسحب وملعبش مباراتين قبل نهاء الكنفدرالية وتغرم 40 ألف دولار فالزمالك عشان اللعيبة وقفت شوية تغرمهم 320 ألف دولار وكمان 2 لعيبة يتوقفوا وكل لعيب 10 تلاف دولار كل لعيب نص مليون جنيه والنادي 15 مليون جنيه والله شكرا على مكافئة الكنفدرالية وشكرا على مكافئة سوبر افريقيا وشكرا على كل الأواضي اللي عمالين يدفع فيها فلوس لحضراتكم في الكاف اشتركوا في القناة